عامل نظافة يعثر على خاتم ألماس بمكنسة كهربائية في واقعة أغرب من الخيال عثر عامل في فندق فاخر بالعاصمة الفرنسية باريس على أحد المقتنيات الباهظة أثناء تنظيف جراب الأتربة الذي تحويه إحدى المكانس الكهربائية وبدأت القصة بإبلاغ إحدى النزيلات بفندق الريتز في باريس عن فقد خاتم ألماس باهظ الثمن مؤكدة تواجده بالغرفة التي تقيم بها قبل دقائق من دخول عمال نظافة الغرف إليها وأفادت إحدى الصحف الفرنسية أن النزيل التي تحمل الجنسية الماليزية قررت تقديم بلاغ إلى الشرطة بعدما باءت كل محاولتها للعثور على الخاتم بالفشل وبالرغم من وصول الشرطة إلى الفندق والتحقيق في الواقعة وأخذ أقوال السيدة وبعضا من الموظفين المشكوك بهم إلا أنها لم تستطع حسم ما إذا كان اختفاء الخاتم يرجع لسرقة مدبرة أم أنها فقدته سهوا ولحسن الحظ تمكن موظف الفندق في العثور على الخاتم الذي يقدر ثمنه بأكثر من 800 ألف دولار داخل كيس مكنسة كهربائية بحسب صحف محلية فرنسية من جانبه قال مدير الفندق في بيان حول الواقع بفضل عمليات التفتيش الدقيقة التي أجريناها عثر أحد العمال على الخاتم هذا الصباح في كيس مكنسة كهربائية فاصلة ولم يكشف الفندق عن أي تفاصيل أخرى حول الواقع اشتركوا في القناة